مساء الخير مشاهدين كرام إذن غدا إن شاء الله الأربعاء خلال الصباحة عموما سماء ملبدة على المناطق الشمالية الغربية درجة إلى عبور صحب النوع العلي والمتوسط وصافية بحول الله على كل مناطق الشمالية الوسطى والشرقية وكل المناطق الجنوبية السحراوية بينما درجة الحرارة تبقى منخفضة على بعض المناطق الداخلية وخاصة من جهة الهذاب العليا كما الجلفة كما لغوات تيسم سيل تلبيض باتنا سطيفة بورج بوري ريج توصل إلى تلت درجات تحت الصفر نعم بينما درجة صفر فقط على قسنطينة ميلة أم البواقي كل المدن الداخلية الشرقية درجتين تلت درجات على تيزي وزو لبويرة وتفضى شلف عينتي موشن تسيدي بلعب باس حتى تلمسان ما بين ستة إلى سبع درجات على المناطق السحلية وحتى على الأطل الصحراوي كما بالشار غردايا وورقلا ممكن ترتفع بدرجة وحيدة من جهة حاسيم سعود الواد وتقوت وحتى من جهة بريان وين توصل إلى تمن درجات ستة إلى سبع درجات على مرتفعة الهوغار وطاس سيلير بعتاشن درجة على بورج وجي مختار عشر درجات على عيناميناس ناشن درجة على تندوف وحداشن درجة في وسط الصحراء بينما الوضعية الجوية المنتظرة خلال النهار ولا خلال الظهيرة بحول لايدن سحب تكون أكثر كثافة على كل المناطق الشمالية للوطن تستمر حتى المنطقة بشار وحتى على الشمال الصحراء في بعض الأحيان تقدر تكون كثيفة لكنها إن شاء الله تكون بدون فعالية وتبقى سماء الصافية على كل مناطق الجنوبية الصحراوية باستثناء هنا في وسط الصحراء ممكن رؤية ضعيفة في بعض الأحيان السبب ديالها رياح تخلي زابع الرمية الموسمية تنشط على هذه المناطق درجات الحرارة القصوى المنتظرة غدا إن شاء الله أيضا نلاحظوا ارتفع طفيف درجات الحرارة مقارنة بنهار اليوم تصل إلى 22 درجة على الجزائر العاصمة على شرشال تيبازا بومردس تيزيوزو لبويرا بجاية وأيضا على المدن الداخلية الغربية كما سيدي بالعباس مع سكر واتلمسان 22 درجة وممكن حتى 23 إلى 24 درجة من جهة تشلف واتفضة المدية وحتى من جهة مليانة إذن 21 درجة على وهرن 19 درجة على ميلا وسقهرا 13 إلى 14 درجة على الجلفة الغواط البيض وبرج بوري ريج 24 إلى 25 درجة الخطلي ربط منطقات بشار غدايا وورق لعينة ميناس وممكن حتى 26 درجة على جانت 24 على تامنراسات 27 درجة على عين صالح 28 على تين دوف 29 درجة على أدار ريجانوس حراء التنزروف تصل إلى 31 درجة على عين قزام تينزواطين بورج وشي مختار بأقصى الجنوب الجزائري إذن غدا إن شاء الله ممكن رياح 9 ساعة إلى 40 كم في الساعة فبطبيعة الحال البحر راح يكون إن شاء الله قليل إضطرابي لمطارب خاصة ما بين تنز دلس العوانة حتى للقالة بيكون إن شاء الله الشمالي غربي يبقى نفس الاتجاه ممكن حتى الجنوبي غربي على السواحل الغربية بالأخص من تنز حتى المرصة بن مهيدي قليل إضطرابي لا هادئ في بعض الأحيان سرعة الرياح ما تعداشل 30 كم في الساعة إذا المشاهدين نذكركم فقط بالمعلومات الفلاكية طبعا بشرق وغروب الشمس على الجزائر العاصمة وضواحيها غدا إن شاء الله لأربعة 28 فيفري الشرق على السبعة وربعة وثلاثين دقيقة والغروب على ستة وثنين وثلاثين دقيقة بحول الله ومسيحاتكم طيبة وإلى اللقاء